تسمع منه الرأي اللي احنا جايبينه ده هتعرف ان الدنيا صعبة جدا وانه هي كلها اخبار او ترندات بتتعمل من اجل المشاهدة خلينا نشوف احمد حسان ميدو ويبقى تحدث عن بير سيتاو في الفيديو ده انا بقولكو انا عارف ان القطاع الناشئين في النادي الاهلي بيدار بشكل جايج جدا وعندهم سيستم لو النادي الاهلي ادى فرصة لتلات اربعة العيبة صغيرة من ولاد النادي والله هيبقى احسن من اي العيب بيجي من برا اي جناح هيجي بولد صغير في النادي الاهلي وينجي رايت انا بقولكو اسمعوا كلامي هيبقى احسن من بير سيتاو عنده شخصية الاهلي ومش بتكلم عبر سيتاو بس هو بمنتال امانة احنا الحمد لله بسمعش كلامك والله يكون فعون اللي بيسمع كلامك والحقيقة احنا متطمنين للي بيسمع كلامك ومحتاجين ان هو يفضل يستمر في انه يسمع كلامك عشان نقضي عن منافسة المحلية خالص لو تواجدت الحقيقة لكن قصة ان انت تديني العسل قطاع الناشئين والشباب والثلاث شباب اللي يطلعهم من قاعد الناشئين بس تديني بقى السم اللي انت عايز تحتاجه اللي هو نضرب بقى في بير سيتاو ومش بس بير سيتاو نضرب في اي محترف نضرب في اي لعب ويف على رجله الكلام ده هتقولي كان في بداية الموسم هقولك اه كان في بداية الموسم بس الموسم الماضي بير سيتاو نهى معانا الموسم وهو عنده تمن مساهمات في دوري ابطال افريقيا البطولة اللي خدنا فيها المركز تاني بمشكلة الوداد اللي تكلمنا فيها تمن مساهمات في بطولة دوري ابطال افريقيا الفين اتنين وعشرين تلت اهداف وخمسة اسست البطولة الحالية اللي كان عاوز يخلينا انطلع تلت ناشئين يلعبوا وانجرات اي واحد منهم على حساب بير سيتاو عامل عشر مساهمات خمس اهداف وخمسة صناعة الكلام ده ممكن لما تيجي تحطه على معيار المقارنات تقول ما يمكن يا عام فيه حد معدي القصة دي هقولك لا البطولة اللي فاتت فيه لاعب عدت تمن مساهمات يعني بير سيتاو الاعلى مشاركة فيه الاهداف في البطولة الماضية ولا البطولة الفين تلاتة وعشر ايضا السابقة دي حد وصل لعشر مساهمات بل ان عشر مساهمات رقم لم يصل اليه لاعب في النادي الاعلي منذ جيل ابو تريك ورقم ابو تريك بير سيتاو وصل لعشر مساهمات في بداية الموسم ده كان كابتن احمد حسان ميدو بيقول لنا اسمه الكلام طلعه ناشئ من قطاع الناشئين يلعب على حساب بير سيتاو بالتالي لما يجي الكابتن احمد حسان ميدو يقول طرق حامد افضل من كانتي وحتى لو قال كانتي افضل من طرق حامد هتقول لأ نستنى اكيد اكيد اللي شايف ناشئ افضل من افضل لها في البطولة وافضل لعب داخل كارة افراقيا حالان بلا منازع بير سيتاو اكيد يعني يا فارس ما ينفعش ناخد رأيه خالص بصه اكيد اللي شايف بير سيتاو يعني اكيد ميدو هو شايف بير سيتاو اي ناشئ في النادي الاهلي افضل منه واكيد اللي شايف بير سيتاو لا يصلح ولاعب اللي جايلك من الدور الانجليزي واللي عب في اندر لخت واللي ليه مسيرة جادة جدا وفي منتخب جنوب افريقيا ليه قيمته لما يشوفوا ان هو اقل ناشئ في النادي الاهلي افضل منه يبقى اكيد شايف نفسه عالمي يعني اكيد بمقييسه شايف نفسه عالمي واللي عايز اقوله ثق في حاجات كتيرة جدا في الدنيا دي ليس من بينها اراء كابتن احمد حسان ميدو الفنية اطلاق يعني خطر قعدة كده ثق في حاجات كتيرة في الدنيا دي ليس من بينها اراء كابتن احمد حسان ميدو الفنية اللي شايف طريق حامل أفضل من كانتي شايفك بتضرنا خلي ناس تصق في رأيه الراجل ده في يوم من الأيام أصلا إحنا عاملين فاكرة برضو فيها شيء عبسي اللي هو إيه الراجل ده الأوباما أحسن من برونو سيلب برونو فرنانز الراجل ده الأوباما أحسن من فرنانز في منشستر يونيت فأعتقد وأنت طبعا جالك في المنطقة بتاعتك يعني أعتقد التقييم الفني لبيرسي تاو لو إحنا خدناه منه وأنا عايز أقول حاجة أنت تخيل لو إحنا احتمدنا يعني كان كابتن أحمد حسن ميدو موجود في لجنة فنية تخص الأهلي وده طبعا يعني مستحيل يعني نادي الأهلي بيختار بطرق علمية يعني ولكن تخيل كان موجود كان زمان الأهلي محاجش دورة أبطال أفريقيا أن بيرسي تاو يعني عنده عشر مساهمات في دورة أبطال أفريقيا وهو من أهم أسباب تحقيق اللقب فزي بقى ما أنت هنا قلت ربنا يبارك لكم يعني اللي موجود بيخطط له مستقبله كابتن أحمد حسن ميدو الله يبارك لك يا عم روح شيل الشيلة إحنا بندقيلك يعني ما لناش علاقة ولكن لنا علاقة لما الكلام يبقى يتعلق بالنادي الأهلي ولاعبين كمان ميدو كان عنده رأي في ياسر إبراهيم قبل أو في بداية مسيرة كولر ياسر إبراهيم اللي كان بيلعب في نهائي أفريقيا وكان من أهم اللاعبين زهابا إيهابا طبعا وفي مراحل كتير جدا مهمة تعالوا نشوف تقال عليه غيابات الأهلي الأهلي عنده غيابات بعضها للإصابة بعضها فني وقرارات فنية لكولر ياسر إبراهيم لأسباب فنية الرجل مش مختنع بيه واضحة أنك أول ماتش في الدورة يوم ماتشاط اللي فاتت ما بتاخدش العيب مش مختنع بيه في التمرين برضو كان زمان ياسر إبراهيم مش معنا في النهائي يعني الفكرة أعتقد إعلاميا كانت واضحة جدا ردينا وتكلمنا في أمور كتير جدا أعتقد مبروكة وسامة علينا مبروكة فارس ومبروكة على كل جماهير النادي الأهلي ومبروكة على مجلس دارة النادي الأهلي والجازل كل منظومة الأهلي الحقيقة بطولة صعبة ولكن مفرحة جدا الحمد لله مبروكة للنادي الأهلي من أول كابتن محمود الخطيب مروراً بكل منظومة النادي الأهلي لحد أصغر مشجع أهلاوي مليون مبروكة وأنت بتشجع النادي الأهلي قعد حاطط رجل على رجل وشوف جمهور الرجاء وهو بيقول له جمهور الوداد سطلانا وجمهور الوداد بيقول له ده أنت خرجت آخر بطولتين من دور التمانية على إيد الأهلي شوف الناس اللي بتشجع فرق عشان تحلم أن هي تطلع النادي الأهلي من البطولة شوف مجدك وتاريخك بيعمل إيه لأنك أنت الأهلي مليون مبروك لجمهور النادي الأهلي واللي بيشجع الأهلي حياته فرحة ففرحة اشتركوا في القناة